موسيقى العاشر من رمضان في العاشر من رمضان من عام 2011 وبعد صنط رسمي طويل انتجاه الأحداث في سوريا وعقب سحب السعودية والكويت والبحرين سفراءهم من دمشق للتشاور وفي أول موقف رسمي انتجاه الثورة السورية التي اندلعت في الخامس عشر من مارس أعلنت مصر على لسان وزير خارجيتها محمد كامل عمر أن مصر تتابع بقلقا التدهور الخطير للأوضاع في سوريا وطالب بوقف فوريا لإطلاق النار وتحرك عاجل لاستعادة الثقة المفقودة وتوفير شروط إقامة حوار وطني شامل يجمع كل أطياف المجتمع السوري وقد انتقد خبراء فترة الصمت الطويلة للحكومة المصرية إزاء انتهاكات نظام بشار الأسد لحقوق المعارضين السلميين وأرجع عدم اتخاذ موقف مصري إزاء تلك الانتهاكات فضلا عن عدم مساند الثورات العربية إلى انغماس المجلس العسكري والحكومة في القضايا الداخلية ورهن اتخاذ موقف واضح باتخاب حكومة قوية واعتبر الخبراء أن طول صمت القاهرة تجاه القمع في سوريا والثورات العربية في ليبيا واليمن والبحرين يضر بالأمن القومي المصري خاصة وأن الأحداث التي تشهدها سوريا وغيرها من الدول العربية لها ارتباط مباشر بأمن مصر ودعوا إلى ضرورة ممارسة ضغوط شعبية مصرية على نظام الأسد منها الاعتصام أمام السفارة السورية بالقاهرة وذلك للتعبير عن موقف الشعب المصري المؤيد للثورات العربية لكن انشغال المجلس العسكري المصري حاليا بالقضايا الداخلية يجعل الحكومة غير قادرة على اتخاذ مواقف حادة قد تثير الخارج في العاشر من رمضان من العام نفسه قالت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس أن إدارة القناة سمحت بعبور ثلاث قطع حربية صينية في طريقها إلى البحر المتوسط ومنه إلى السواحل السورية وقالت المصادر أن القطع الحربية تشمل مدمرة أولى حمولتها أربعة ألاف طن ومدمرة ثانية حمولتها أربعة ألاف طن إضافة إلى فرقاط حمولتها أحد عشر ألف طن كانوا قد عبروا قناة السويس وسط إدراءات أمنية مشددة وقد شملت الإدراءات وقف عمل معديات نقل المواطنين والسيارات بين ضفتي قناة السويس ومنع مرور السيارات والشاحنة فوق جسر قناة السويس ومرافقة قاطرة تابعة لإدارة القناة للقطع الحربية أثناء مرورها إضافة إلى منع مرور السيارات على الطريق البري الموازي للمجرى البلاحي إلا السيارات التابعة لإدارة القناة وقالت المصادر إن قناة السويس سمحت بمرور هذه السفن بعد موافقة وزارة الدفاع المصرية وهي الجهة المسؤولة عن منح هذه الموافقات التي تتعلق بالسفن الحربية وتابعت أن قناة السويس لا تملك منع أي سفن حربية أو تجارية من المرور حسب اتفاقية القسطة الطينية التي تنظم الملاحة داخل قناة السويس وكانت أنباء الشبه رسمية قد تحدثت عن قيم كل من إيران وروسيا والصين وسوريا بمناورة عسكرية مشتركة قوامها 90 ألف جندي تتم على الأراضي السورية وتشكل روسيا والصين وإيران تشكل أحد أهم حلفاء النظام السوري حيث استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض مرتين في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرارة دولية ضد الأسد وقد حصلت الصين على موافقة مصر لعبور قطعها البحرية وعددها 12 قطعة لقناة السويس للمشاركة في المناورة التي وصفت بالأكبر في الشرق الأوسط والتي ستتم بعد تصفية الأراضي السورية من المحتجين في العاشر من رمضان من العام نفسه أعلن الجيش السوري الحر وقف الهجوم الذي بدأه الجيش السوري النظامي الصباح السبت لاستعادة بعض أحياء مدينة حلب من دون تحقيق أي تقدم مؤكداً في الوقت نفسه تواصل القصف المدفعي الذي أدى إلى نزوح عدد كبير من السكان وفي حين حاصدت أعمال العنف في سوريا السبت 111 شهيداً أكد قائد المجلس العسكري لمدينة حلب في الجيش السوري الحر العقيد عبدالجبار العقيدي أن الجيش الحر أوقف هجوم القوات النظامية بعدما تكبدت خسائر كبيرة مشيراً إلى تدمير خمس دبابة وعربات وألية عسكرية ومقتل عشرات الجنود بالإضافة إلى انشقاق طاقمي دبابتين كما أكد العقيدي على أن الهجوم الذي بدأ منذ نحو 12 ساعة توقف ولم تحاقق القوات النظامية أن يتقدم لا بل هي تراجعت إلى مواقعها السابقة في حي الحمدانية مضحاً أن أوتوستراد فقط يفصل بين حي الحمدانية الذي يسيطر عليه جيش النظام وحي صلاح الدين الذي يتحصل فيه الثور وأشار العقيدي إلى أن استراتيجية الجيش الحر في حلب تقوم على سياسة التقدم من حي إلى حي أي السيطرة على حي وتنظيفه من الأمن والشبيحة ومن ثم الانتقال إلى الحي الآخر في العاشر من رمضان من العام نفسه قررت الحكومة الجزائرية التكفل بالسوريين اللاجئين المقيمين على أراضها وذلك عبر قنوات وزارات الداخلية والتضامن والخارجية من خلال وضع مجموعة من الإجراءات التي تضمن إيواءهم والتكفل بهم من جميع الجوانب إلى حين عودتهم إلى سوريا وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الأجهزة التنفيذية الجزائرية قررت اتخاذ إجراءة موازية لوقف التدفق الهائل للسوريين على الجزائر في وقت أكدت أرقام رسمية أن التعداد الذين دخلوا الجزائر خلال الشهر الأخير يقدر بـ 12 ألف سوري منهم 3400 فقط في وضعيات قانونية وقد بدأت وزارة الداخلية في تنسيق مع وزارة التضامن الوطني لوضع إجراءة استثنائية تضمن التكفل باللاجئين السوريين الذين يسكرون الشوارع إذ ستنظر الداخلية في إمكانية إيوائهم في المدارس أو أمائكين إيواء خاصة مع احتمال استغلال مقرات أخرى على اعتبار أن خيار فتح المدارس يبقى مرهوناً بأجال الدخول المدرسي كما ستتكفل وزارة التضامن بحاجياتهم الأساسية من طعام ولباس ودواء إلى غاية عودتهم إلى بلادهم وفي ذات السياق قررت الحكومة الجزائرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الكفيلة بتقليص تدفق السوريين ومن بين هذه الإجراءات تقليص الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية عدد رحلاتها من ثلاث رحلات إلى اثنتين أو أقل في الأسبوع الواحد مع إلزام السوريين الرغمين في زيارة الجزائر على استظهار تذكرة سفر ذهاب وإياب مع ضرورة الحصول على وثيقة إيواء هذا وتحدثت مصادر جزائرية ومصادر ابن المعارضة السورية أن عدد اللاجئين السوريين إلى الجزائر بلغ أكثر من عشرين ألف لاجئ في العاشر من رمضان من العام نفسه خرقت طائرة حربية سورية الأجواء اللبنانية وأطلقت صاروخين باتجاه بلدة عرسال البقاعية ونقلت وسائل إعلامية أن الطائرة السورية خرقت الأجواء اللبنانية وألقت صاروخين على منطقة عقب المبيضة في جرود بلدة عرسال إلا أنه لم ترد أخبار عن وقوع إصابات وكانت مناطق في شرق لبنان قد شهدت مراراً في الآوينة الأخيرة سقوط صواريخ تبنى إطلاق بعضها مخاسرنا السوريون معارضون قائلين إنها رد على مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب النظام السوري في المعارك داخل الأراضي السورية وسبق لمناطق ذات أغلبية سونية مؤيدة للمعارضة السورية في شمال لبنان وشرقه سبق لها أن تعرضت لقصف من الطيران والمدفعية السوريتين لسيما بلدة عرسال الحدودية البقاعية في العاشر من رمضان من العام نفسه أعلن نشطاء سوريون أن قوات بشار الأسد دمرت مدرسة على رأس 250 عائلة نازحة في مدينة حمص حيث شنت غارة جوية على مدرسة الأندلس في حي الدبلان في المدينة وكانت تعيش 250 عائلة نازحة من مناطق حمصية أخرى بالإضافة لأطفال قتل أهلهم في القصف العشوائي والذي لم يتوقف منذ مدة ورغم أن المنطقة خاضعة للنظام والمدرسة خالية إلا من عوائل هربت من قصف المناطق الأخرى واستقرت في تلك المدرسة وحاولت أن تبقى على قيد الحياة في ظروف بعيدة عن أدنى حدود الإنسانية لتتحول المدرسة إلى ما يشبه المنطقة المكتظة بسكان إلا أن ذلك لم يمنع ولم يوقف النظام السوري عن تدميرها فوق رؤوس من فيها وتشير الأنباء إلى وجود جثث متفحمة لم يتم إخراجها حتى الآن كما لم يعرف حتى الآن عدد الضحايا وأوضح النشطة أن هذه الغارة التي نفذها نظام على تلك المدرسة كانت رداً على استهداف الأحياء الموالية للجيش الحر ترجمة نانسي قنقر